السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من أخرى في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة والله يجعل عليكم هاد الأيام مباركة بمناسبة ذكرى المولد نبوي إن شاء الله بغينا نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بهذه المناسبة نشارك معكم واحد الكيكة اللي رائعة فعلا شي حاجة اللي كتحمر الوجه وشي حاجة اللي الطب واحد المضاق اللي متميز جدا ما يمكنش اللي ضاقها عندكم ما غديش يحمق عليها صراحة رائعة فعلا بدون دقيق أبيض وبدون ياغورت ولا حليب صراحة كتستحق التجربة شي حاجة اللي متميزة واحد المضاق خرافي واحد الخفة لا متيلة لها ما غديش نطول عليكم أكتر عندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله دائما كنبدو تحضير المول اللي غنستعملو هنا يا عندي هاد المول هادا اللي كيتحلم الجوانب ممكن تستعملو اي مول متوفر عندكم كندهنو هنا يا بوحد طريف ديال الزبدة كندهنو مزيان بالنسبة للمول هاني استعملت مول حجم كبير 28 سنتيمتر القطرة دياله اه كان غبره هنا يا بالقليل من دقيق الابياض كندير واحد الكيمية من دقيق كنوزعه لها بالكامل ومن بعد كان حيي الدك الفائد وكان احتفظ باللمول ديالي داخل المجمد بسم الله غنحتاجو ثلاثة ديال الحبات من البيض هنهي عندي حجم كبير اللي كان عندكم بيض حجم متوسط غتستعملو ربعات ديال الحبات وضروري يكون بدرجة حرارة الغرفة يعني ما يكونش بارد باش نجح معاكم الوصفة كنضيف عليه كاس ديال السكر حبيبات هي ما يعادل 150 قرام كاس مملوء جيدا ونضيف واحد ساشي من سكر منسم بالفانيلا غنطرب الكل جيدا بالطراب الكهربائي حتى كانت تحصل على خليط متضاعف الحجم وكيكون السكر داف بالنسبة اللي ما عندوش طراب الكهربائي ممكن يخدم هاد الخليط في الخلاط ديال العاصر الخلاط الكاس اللي كانخدمو بيالعاصر مهم ان الخليط ضروري تخدم مزيان ضروري نخدمو حتى كانوصلول هاد المرحلة هادي لهذا كان نصحكم بيا بالطراب الكهربائي او للكاس ديال العاصر هنايا كان بدنا نضيف كاس ديال الزيت بالتدريج كان نضيف بالتدريج على ثلاثة ديال دفوعات او لاربعة وانا مستمرة في التطراب ولكن كان نقص سرعة ديال الخلاط في هاد المرحلة غنضيف الجبن هاد الكيك هاد غنضيروها بالجبن عندي ميتين جرام ديال الجبن خاص بالدهن انا استعملت هاد الماركة هادية او لهاد النوعية هادي خديت منو ميتين جرام ممكن تستعملو اي نوع من الجبن متوفر عندكم اللي كانت عندكم هاد النوعية هاد البوطة الصغيرة غتستعملوها كاملة او لأي نوع متوفر عندكم من الجبن المهم خديت الكيمية هي ميتين جرام غنضيف الكيمية من الجبن على الخليط وكنستمر في الترب حتى كندخلوه مزيان مع الخليط ضروري الجبن حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني ما يكونش بارد وقاص باش ينساجم لكم بسرعة مع الخليط جميع المكونات اللي غتستعملو غتتخرجوها قبل من تلاجة وتحطوها عحدكم هكا في المطبخ حتى كتاخد درجة حرارة المطبخ هنا كي ما شفتم بعد ما طربت الخليط ديالي مزيان كننزل دوك الجواني بدك شلي كيبقى فيه كنطرب جيدا حتى كينساجم لي الخليط كينساجم لي مع داك الجبن وكيو اللي دائب فيه صدقوني هاد الكيكا كتجي من أروع ما يكون الآن غنبدا في إضافة النواشف هاد المكونات هما اللي في هاد الكيكا هدي ما فيهاش لا يغورت لحليب هنا غنضيف كاس من دقيق الفينو أو للساميد الرطب كي ما شفتم معايا وكذلك غنضيف جوج أكياس ديال خميرة الحلويات اي ما يعادل 16 جرام هاد الكيكا هدي ما كان ديروهاش بالدقيق الأبيض ما فيهاش دقيق الأبيض نهائيا وما فيهاش لا حليب لا يغورت ولكن صراحة كتجي واحد المعضاق اللي متميز جدا كنحاول نطرب الخليطة ديالي مزيان مع داك الكاس ديال الفينو والخمارات بالنسبة لكاس ديال الفينو كيوزن 125 جرام كذلك غنضيف مازال واحد الكيمياء ديال الفينو هنايا غنضيف مازال نصف كاس ديال داكيق الفينو اي داكيق القمح الصرب او لا كيما كيسميه الإخوان ديالنا في الدول أخرى الساميد الرطب كيما شفتم معايا استعملت كاس ونصف فقط كنكتفي بهاد الكيمياء هادي لانك ما كتعرفو دقيق الفينو راكي شرب ماشي بحال الدقيق الابيض غنشوفوا معايا القوام اللي خصكم تحصلوا عليه كيكون بهاد الشكل هادا هادا هو القوام اللي ضروري تحصلوا عليه كنخرج المول ديالي اللي وجدنا من المجمد وغنفرغ فيه الخليط ونراف عيد ديال فوق باش كتدخل كيمياء من الهواء بالنسبة للفورن رني سخنت عليه من اللي بديت كنخلط فيها ضروري ما يكون الفرن سخون مزيان وشعل غير في الأسفل فقط من اللي كنتخلي كيك ديالي كنقس العافية أقصى جهد ديال العافية وكنسد عليها وكنخليها حتى كتطبع على خاطرها وكتوصلني للريحة النهارة صافي طابت عادي كنشوف اللي باقي خصت حمار من الوجه ديالها كنهبطها لتحت وهذا هو الشكل ديالها من اللي يلا خرجت من الفرن كتجي خفيفة خفيفة بحل جنواز أو لك اش غنقول لكم بحل بونج بحل اسفنج صراحة كتجي رتبار طبع بزف وخفيفة انا غنخليها تبرد واحد شوية وان شاء الله هندي موليها معاكم وندو زول التزين هنا يا الكيك ديالي خليتها حتى بردت على خاطرها زولت لها الإطار زولتها من المول الان غنزينها بهاد دانيت كاراميل اولا بهاد ديسير بنكها ديال الكاراميل كي يجي خاطير في الماداق كنتمنى تجربوا هاد الكيكة هادي بنفس المقادير بنفس تزين اراكم اغاتي حماقوا عليها شي حاجة اللي طب طب ما تنسوش الماداق ديالها كي ما شفتوا معايا استعملت فقط هاد العلبة الوحدة غطيت لها بها الوجه ديالها كي ما كتشوفوا معايا كذلك غنحتاج لدانيت شوكولاتة او لهاد ديسير بنكها ديال شوكولاتة اللي غنزين بيه خطوط هكا فوق داك الكاراميل تزين كي عجبني صراحة تزين كي جيراقي بزاف وكي جي لديد كيزيدها اللدة على اللدة كي ما يمكن لكم تزينو على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر من بعد ما كنزين خطوط كنجيب هكا واحد العود خشبية او للكوردو كان بقا ندير هكا خطوط كان ندي ونجيب فيهم باش نتحصل على هاد الشكل وكي يكون هادا هو الشكل النهائي ديال كيكا اللي حضرت معاكم صراحة كان جيراقي بزاف الشكل ديالها وحتف المداق ديالها اللي دقها عندكم غاي حماق عليها وضروري ما غاي طلب المقادير كان نصحكم من كل قلبي انكم بتجربوها لانها فعلا شي حاجة طوب شي حاجة اللي كتستحق التجربة وشي حاجة اللي غتحمر لكم لوجه ديالكم قدام ضيافكم ومالين الضار ديالكم كانت منى اخواتي اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش اليا بتشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف ما تبخلوش تخليوليا جامل الفيديو وشي تعليق محفز كان شكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وعلى التعليق ديالكم طيبا اللي كان لقف التعليق شكرا لكم من كل قلبي ان شاء الله غنتلقوا في فيديو قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم